اشتركوا في القناة المعتمرين لأول مرة تخوفا من انتشار فيروس كورونا وأيضا لأخذ الكثير من الإجراءات الاحترازية وفقا لما أعلنت عنه المملكة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا وكما نشاهد هذه الصور الحية والمباشرة للمسجد الحرام وهي صور تدل على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في منع المعتمرين وكذلك عدم الاختلاط خوفا من انتشار فيروس كورونا اذا مشاهدين فيروس كورونا ألقى بظلاله على العالم الإسلامي والعالم بشكل كامل وهذا جلي وواضح على ما نشاهده من صور حية ومباشرة للمسجد الحرام وكذلك مسجد الأقصى حيث لأول مرة في هذا الحدث التاريخي يبدو المسجد الحرام في يوم الجمعة وفي الأول من رمضان يخلو من المعتمرين ومن المصلين لأداء صلاة الجمعة وكذلك للطواف بالعمرة في المسجد الحرام وهذا دل على شيء يدل على ما قام به فيروس كورونا وألقى بظلاله على كل المكتسبات الدينية والحياتية للبشر عموما وللإسلام والمسلمين عموما وللإسلام والمسلمين